وقر الخبير الأمني سرمد البيات بوجود تقصيرا واضح في حماية أبراج الطاقة حيث أن الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية قالت بأن الأبراج التي سودفت ضمن محافظة صلاح الدين تقع في منطقة كثبان رملية غير مسيطرة عليها من الناحية الأمنية وقال أن الحرائق التي حدثت بمحطات الكهرباء في البصرة حصلت بفعل فاعل فلا يمكن اتهام تنظيم داعش الإرهابي فيها حيث أنه لا يتواجد في تلك المناطق ومن جانبه يرى الخبير الأمني والعسكري عقيل الطائب بتزامن حق المحطات والأبراج بأنه استهداف مخطط له من قبل الجهات الموحدة ما يستدعي أحكام السيطرة من القوات الأمنية للحد من هذه الظاهرة التي تستهدف المواطن بصورة مباشرة